طيب هنروح لخبر تاني وهو عن عادات الشعوب والاحتفالات اللي أكيد بتختلف من مكان التاني على الكرة الأرضية من المناسبات اللي بيتم الاحتفال بيها وبتجذب كثير من الساحين في العالم احتفال العاصمة المكسيكية مكسيكو ساتي بيوم الموتى هو طبعا اسم من مخيف شوية لكن هو ده عادة وتقليد بيتعمل بيجذب الكثير من الزوار السنة دي استمتع زوار بمذابح كبيرة تم تزيينها بجماجم من الشوكولاتة والفاكهة شوفوا يعني قمنا مذابح بس فيها شوكولاتة وفاكهة وزوار المدينة لمكسيكو سيتي يعني أقامتها كمان في معابد كتيرة زي إمبراطوريت الآستك وده لأن الاحتفالات دي بيوم الموتى بتعتبر من التقليد اللي بيكون مزيج من التقوص الدينية والمعتقدات المحلية القديمة وكمان بيقولوا أن الموتى بيرجعوا مرة واحدة كل سنة من العالم الآخر لعالمنا وعشان كده هما بيحتفلوا بيوم الموتى الاسم مخيف شوية يا نوع لكن هو دي حاجة بيكون لها تقاليد يعني زي ما أنت آه بيبقى في جماجم لكن في نفس الوقت في فاكهة وشوكولاتة لا بس هو فكرة الجماجم وفكرة أنه هو اسمه يوم الموتى ده أصلاً يعني أكيد ما يبقاش احتفال بس زي ما بنقول في الخبر طاقص ديني هما بيعتقدوا أنه فيه يوم في السنة بييجي فيه الموتى تعرفة في كل الأديان حتى ولو مش الأديان السماوية فكرة أن الأرواح الموتى بتنزل وبتيجي في وقت من الأوقات فأظن دي يعني هو طاقص ديني مع تقليد محلي زي ما قلنا في الخبر والسياح دي ما بيشوفوا الحاجات الغريبة دي عارفة زي في أسيا الحضور في المعابد وتقديم القرابين والحاجات دي برضو بتبقى جاذبة للسياح يعني هو بس اسمه زي ما بتقولي اسمه صعب الحمد للإحنا لا إحنا ما عندناش الحاجات الغريبة يعني دي حاجة من الحاجات الغريبة الموجودة في المكسيك فعلا